بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حياتي خير لكم ومماتي خير لكم فسرته هي أوسع أبواب الخير اللي احنا بنعيشها مع حضرت النبي صلى الله عليه وسلم سرته بتخلينا نقدر نتيقن من أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم حي بنا نستطيع أن احنا ندوق حلاوة أنفاسه وكمان نعيش بأنواره النهاردة الموقف اللي عن عيشه في السيرة موقف مليء بالتفاصيل وموقف احنا محتاجينه عشان فيه ناس كتيرة بتتوجه من صنف من الناس مليانين بالشر الأشرار اللي دايماً بيحبه يرازه في الناس ويأزه في الناس فالموقف ده موقف في غاية الأهمية إن احنا نوقف معاه ونحلله احنا عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مسجد سماه قباء وصل فيه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بناء على طلب أهله اللي هم بنوا عمر بن عوف والمسجد ده ليه فضل كبير ولذلك بيحرس المسلمين دايماً إن هم يروحوا يصلوا فيه مسجد قباء وهناك أحاديث كثيرة في فضل الصلاة في هذا المجلس في بعض الناس حسدوا بقى بني عمر بن عوف اللي المسجد في أرضهم فقالوا نبني مسجد إلى جنب مسجدهم شوف المرازية نبني مسجد جنب مسجدهم أنت برضو عارفين إن في بعض الأماكن كده في بعض المناطقنا وبعض مدننا فيه ناس بتعمل كده نبني مسجد جنب مسجد قباء فنصلي فيه ولا نحضر جماعة محمد يعني ما نحضرش الجماعة بتاعت حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فلما بنوا شوف نفسي طريقة عبد الله بن قبير بن سلول يعمل حاجة وعايز يحط حضرت النبي فيها عشان يعمل ايه؟ عشان يأذي الناس ويوجع الناس فلما بنوا أتوا إلى الرسول اللي صلى الله عليه وسلم وهو يتجاهز إلى غزو التبوك فقالوا يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة يا سلام شوف الله شوف الكلام النبي اللي عاملين مسجد عشان ايه الناس اللي تعبنين والناس الشقينين والليلة الممطرة والليلة الشاتية آه ده مسجد عيقون بدوره اجتماعي ودوره مهمة جدا جدا احنا جايين بالخير احنا جايين بالخير للناس وإن نحب أن تأتينا فتصلي فينا ولنا وتدعو بالبركة فقال رسول الله سلم قالهم إنا على جناح سفر وحال شغل وإذا قدمنا يعني لما نرجع من نرجع من الغزوة صلينا فيه وهم كانوا عايزين ايه كانوا عايزين يدعو واحد رسول الله سلم كان هو أذى المسلمين وهو رسول الله سلم كان هو بيلقب بأبي عامر الراهب وحالة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتكلم وصفوا بأنه الفاسق وعايزين يعملوا كده عشان المسجد يصداد شهرة حالة النبي صلى الله عليه وسلم لقبوا لشره المهم أنه لما رسول الله سلم رجع من غزو التابوك فالمنافقين سألوه أنه يروح للمسجد ويصلي فيه فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وبيمنع وبيوصف المسجد داته بأنه المسجد الضرار اللي فيه محاولة لإذاء المسلمين وترصد لإجاع قلوب المسلمين فربنا قال لحضة النبي لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه خلاص ما تصليش فيه يا محمد فإنه حصل فرسول الله صلى الله عليه وسلم عرف القصة كلها وبيلي المسألة فما كانتش ينفع المسجد ده يفضل وعشان كده أمروا الوحي بأنه يهدي من المسجد ده فهدم الرسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد ده لأنه مسجد ظالم أهله أرادوا أنهم يفسدوا هذا المسجد فنفذ الصحابة الأمر ده وهدوا المسجد ده واستبدلوا بأشياء مليئة بالخدمات في الوقت ده وحضر النبي حسهم على أنهم يخلب لهم من كل هذه المكائد اللي بتحصل وعشان كده حسهم أنهم يصلوا في مسجد قباء اللي تبنى على التقوى وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى والمؤمنين فهموا القصة وإحنا كمان بنفهم القصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالوا نفهم إيه الدرسة اللي بيعلمونا حضر النبي صلى الله عليه وسلم حضر النبي بيعلمنا درس مهم جدا جدا إيه هو أن حضر النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمرصاد للدين الموازي أي محاولة لإنشاء دين موازي واستغلال الدين لأي منافع حضر النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه نقف لها بالمرصاد نقف بالمرصاد للأشرار اللي هم طول الوقت بيلبسوا عباقة الدين ويحاولوا بقدر الإمكان أن هم يفسدوا على المسلمين أحوالهم ويعملواهم التراب وكمان يمنعوا الخير ويمنعوا الترابط اللي موجود ما بين الناس كل حد عيحاول يستخدم المسجد يستخدم الدين في مصلحته الشخصية زي ما حد مثلا يعمل مخالفة في البنى ويبني زاوية ويحط القبة فوق العمارة عشان الماء عشان العمارة ما تتهدش المخالفات اللي فيها كل الكلام دوت أشكال من أشكال الدين الموازي وأشكال من أشكال كمان استغلال الدين والناس اللي بيدخلوا على الناس بالدين عشان يخلوهم ينتموا إليهم ويخلوهم يعيشوا معاهم كل ده كمان من أشكال استغلال الدين والسلام لما حد يجي ويرسم على الناس أنه هو متدين عشان يتجاوز بنتهم بعدين تظهر الحقيقة بعد كده كل ده ضرار كل ده أذى كل ده استغلال للدين وكل ده لازم يقف يقف ليه؟ لأن في الحقيقة الدين مجاش غيره عشان يخلي حياة الناس أوسع يخلي حياة الناس أرحم يخلي حياة الناس كمان أجمل بالأخلاق حضرة النبي يقول إنما أبو عسله يتم مكارم الأخلاق مش عشان حد يتصور بصورة الدين ويأذي الناس ويهددهم وكمان مش بس يهددهم ده كمان يبني دين تاني يخلي الدين ده يبقى حجر عصرة في حياة الناس وفي أخلاقهم وفي تماسكهم حضرة النبي لما هد المسجد للضرار منع الدين الموازي فتعالوا نتعلم الدرس من حضرة النبي ونشوف إزاي نبقى إحنا كمان بنمنع أي مسجد ضرار بيكون في حياتنا أي مسجد ضرار في أي منطقة من مناطق حياتنا لأن إحنا عندنا المسجد الكبير إحنا عندنا المسجد الأصغر والمسجد اللي نصلي فيه بس كمان إحنا ممكن نطبق ده على المسجد الأكبر اللي قال عليه حضرة النبي وجعلت لها الأرض ومسجدا تعالوا نمنع مساجد الضرار في حياتنا أول حاجة أول شيء هنقدر نعمل بيه ده لازم نقدر أصحاب الأخلاق وأصحاب الاعتدال والاتزان الحقيقي ولازم نخليهم عبارة عن رموز وقيم في حياتنا لأن ده هو اللي هيبقى الجزء الباقي الراسخ وعشان كده لو سمحتم امتنوا لأهل الاتزام وحاولوا تدعموهم أي حد عنده أخلاق أي حد في الشارع عنده أخلاق حققية سعدوه ووقفوا معاه وخلوه يسق بدينه ويسق بأنه ده المراد من الدين الأخلاق لما يبقى واحد عنده أخلاق هو ده المراد ما يهمش أن يبقى واحد تاني متلمع ومتأمع لا المهم أن يكون ده تصاحب أخلاق أقربكم مني منزلني يوم القيامة أحاسنكم أخلاق تعالوا نتدوفر عشان ندعم أصحاب الأخلاق حتى لو كانوا مش متلمعين الحاجة التانية اللي احنا لازم نعملها عشان نتخلص من الدين الموازي لازم نخلص على التدين الكمي محدش يجينا ويصورنا أنه هو متصور بصورة الصحابة وهو شخص جاف شخص متعدي شخص بيأزي اللي حواليه لا احنا عايزين علامة أنه أنت تكون مع رسول الله أنه أنت يبقى فيك رحمة يبقى فيك خير يبقى فيك جمال إذا كنت ما بتقلفش وتألف أنت مش ماشي مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت مش سهل ومش لين يبقى أنت مش ماشي مع حضرة النبي إذا ما كنتش هين وسريع الفيء يعني لما غضبك مش وحش ومش مؤذي يبقى أنت مش مع حضرة النبي يبقى إذا لو عايز تمشي مع حضرة النبي لازم يكون فيك الصفات دي وتعالوا نتخلص من حاجة مهمة جدا 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 بيعملها أهل الشر ما فيش حاجة اسمها ثقرية دينية إحنا ما عندناش ثقر بالدين خالص عشان دايما أصحاب الدين الموازي بينشقوا فكرة الثقر بالدين بيسقر لكرمته باسم الدين أو بيسقر لمصلحته باسم الدين هذا كله كلام فاسد كلام فارغ بده ممكن نقدر مرة تانية نواجه الدين الموازي ونواجه كمان كل أشكال تدين المصلحة اللي موجود ما بين حياتنا ادعموا أصحاب الأخلاق عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا واجعلنا دايما من أهل المحبة ما عرفش كنا نعمل إيه في حياتنا ونواجه إزاي الدين الموازي ده وإزاي نواجه التسلط بالوصول إلى المصالح بالدين إذا ما كانتش سيرة حضرة النبي معنا وكانت سيرة حضرة النبي كمان بتنورنا يا رب اجعلنا دايما مع حضرة النبي ينور لنا طريقنا ويقضي على كل المظاهر السلبية في حياتنا ونسير خلفه وينورنا بنوره ويمهد لنا الطريق للبقاء في حضرة الرحمن الرحيم